كيف تحويل الناس من نظر؟ ثلاثان طالبوا بمحثين دولي حول هذه الفاجعة وكذلك بمحث وطاني لكشفوا الحقيقة على هذا الشيء يوقع بالضبط لأن تمس الحقيقة هو أخطر ما يمكن يوقع هذه البلاد أربعة كان طالبوا باش الجوتات تحمل مسؤوليتها السفارات الإفريقية خصوصا السودانية هي الكثيرة تماما تحملوا مسؤوليتهم باش يكشفوا الحقيقة ويعرفوا الجوتات اللي كين تماما والناس ديالهم شكرا نعم هناا لكيشفوا الحقيقة المثالة الملاكسية إفضلات الحقيقة على المنظر الحقيقة المجتمع الأطلاق. Нملك الشخص العديد الإن في مؤسس الخاصة، الإنترات لهم على استقباراتات في الموطنة حوالي العملي، المحل العقابة شخص من إخبارات البحالية وشيء العسل العالم PiArtانية للغاية ودعين القilian للغاية على المساعدة وكما تتجاني لهم عدد بالتسازن ايضاً التسازن المصرية من إليها من المساعدة مجموعة، مجموعة، منذ أيضًا الدورات التي نربع ناماتك. نعم، انا بش نقولو على أنو هذا الجرائم اللي كتوقع مش هي أول مرة الجرائم اللي كتوقع على بلدنا تجاه المهاجرين والمهاجرات الأفارقة والمهاجرين والمهاجرات المغاربة في البحار في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي المسؤول عن هذه الجرائم هي أولا الدول الأوروبية السياسات الأوروبية هذه الدول الأوروبية هي أول سبب فيما تعيشه إفريقيا اليوم من فقر وتفقير لأن الدول الأوروبية والأنظمة الأوروبية اغتنت ولازالت تغتني من خيرات الدول الأفريقية والدول الأوروبية والأنظمة الأوروبية هي من تضع وتفرض الأنظمة الاستبدادية على الدول الأفريقية وعلى الشعوب الأفريقية هذه الأنظمة الاستبدادية هي التي تخدم مصالح الدول الأوروبية وهي التي تستمر في نهب خيرات الشعوب الإفريقية لأوروبا أولا ثانيا الدولة المغربية مسؤولة على ما يقع فوق ترابها والسلطات والقوات المغربية لها مسؤولية ثابتة فيما وقع يوم 24 يونيو يجب أن تتحمل مسؤوليتها الدولة الإسبانية بالخصوص لها مسؤولية ثابتة فيما وقع يوم 24 يونيو يجب أن تتحمل مسؤوليتها يجب على هذه الدول كاملة أن تتحمل مسؤوليتها إنه لعار إنه لغضب شديد ما جئنا نعبر عنه اليوم أن نصل إلى هذه الحالة أن يموت العشرات من الإخوان الأفارقة على حدودنا وفوق أراضي ولا نتحرك أقل ما يمكن أن نعمل هو أن نعبر عن غضبنا وجينا أن نعبر عن غضبنا ونطلب من الدولة المغربية أن تكفى عن لعب دور الدركي على حدود الدول الأوروبية لأنها بهذه المهمة القذرة هي مسؤولة عن ما حدث يوم 24 يونيو ما تنسوش تقابونا وفلاشيني يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام